منذ أشهر والموازنة المالية لعام 2019 تثير جدلاً واسعاً داخل قبة البرلمان وخارجه بسبب الخلافات بشأن الكثير من التفاصيل في قانون الموازنة نواب عراقيون توقعوا عدم قدرة مجلس النواب على تمرير الموازنة خلال الشهر الحالي بسبب حجم المشاكل التي تعترض طريقة تمريرها بينما انتقدوا آلية توزيع الاعتمادات واعتبروا أنها لا تتناسب مع برامج التنمية التي وعدت بها الحكومة النائب عن تحالف الإصلاح سلام شمري قال أن قانون الموازنة لن يمر بسبب ضعف المخصصات المالية المتوجهة نحو المحافظات إضافة إلى رفع مستوى الضريب على المواطنين بشكل كبير مبيناً أن هناك خلافات كبيرة بين الكتل السياسية بشأن التخصيصات وخاصة نواب المناطق المدمرة لكونها لا تنصف تلك المحافظات الخلافات حول سعر برميل النفط الذي حددته الموازنة أخذت حيزاً واسعة من الخلاف فقد أكدت النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر أن الموازنة فقدت ركناً أساسياً منها لأن سعر برميل النفط كان 56 دولاراً والآن يشهد تذبذباً يشير إلى انخفاض خلال الفترة المقبلة مؤكدة للحاجة لإجراء تعداد سكاني وقاعدة بيانات صحيحة تقسب وفقها الموازنة وبينما ينتقد نواب آلية توزيع الأموال في الموازنة كونها لا تتناسب مع متطلبات المرحلة يعترض النواب الكرد على حصة كردستان العراقي من الموازنة ويطالبون بإرجاع نسبة 17% وفي هذا الصدد يقول النائب جمال محمد داوي إن هناك مشكلة في الإرادات مع وجود سقف نفقات عال بموازنة 75% منها تشغيلي والقسم الآخر منها استثمار ويرى خبراء ومسؤولون أن ثم تتصادم وتعرض كبير بين البرنامج الحكومي الذي قدمه الرئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى البرلمان وبين حجب الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء حيث يصل العجز إلى نحو 19 مليار دولار الخلافات المستمرة حول الموازنة سيؤدي بالضرورة إلى عدم تمريرها هذا الشهر وهو ما يعني أن مشاريع مهمة ستتوقف مثل إعمار مستشفيات في نينوى ومحطات التحلية في البصرة ومشاريع تأهيل المدارس كما أن رواتب الموظفين ستدفع بطريقة الاقتراض من الحكومة عبر البنك المركزي مما سيؤدي إلى مزيد من التلكء سيدفع ثمنه المواطن البسيط